السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدعي الكثير من الناس ان خل التفاح فعال في انقاص الوزن ولهذا يستهلكونه يوميا ولكن هناك اسئلة عندما يتعلق الامر باستخدام اي مادة لفقدان الوزن والتخسيس على سبيل المثال ما هي الاثار الجانبية لخل التفاح الطبيعي او تناول خل التفاح قبل الذهب الى الفراش مفيد لانقاص الوزن ما هو افضل وقت لاستهلاك خل التفاح لفقدان الوزن لهذا السبب سوف نقدم لكم فوائد خل التفاح للتمحيف ابقى معنا حتى نهاية هذا الفيديو ما هو خل التفاح يصنع خل التفاح عن طريق تخمير التفاح في وجود البكتيريا وفي هذه الحالة يتحول السكر الى حمد الاسيتك يستغرق تحضير خل التفاح بالطريقة التقليدية حوالي شهر لكن في العمليات الصناعية يمكنهم تسريعها وحتى انجازها في يوم واحد حمد الخليك هو المكون الرئيسي في خل التفاح مما يمنحه خاصية حرق الدهون 6% من خل التفاح عبارة عن حمد اسيتك والباقي ما واحماض اخرى خل التفاح لا يحتوي على كربوهايدرات وكل ملعقة كبيرة تحتوي على ثلاث سعرات حالية فقط في الواقع يعتبر خل التفاح الطبيعي المصنوع بالطرق التقليدية افضل بكثير من خل التفاح الموجود بالاسواق التجارية فوائد خل التفاح على الرغم من ان خل التفاح معروف بالتخسيس لكن له ايضا فوائد اخرى تشمل فوائد خل التفاح خصائصه المطهرة وخفض السكر والكوليسترول وخلق الشعور بالشبع خصائص مطهرة في الطب التقليدي ومنذ الوصور القديمة عندما تم استخدام مطهرات اقل تم استخدام خل التفاح لتطهير الاسطح وحتى علاج الفطريات والقمل والتهابات الاذن وحتى البثور خل التفاح له فوائد مطهرة بسبب حموضته ويمكنه ايضا زيادة العمر الافتراضي للطعام السيطرة على مرض السكري مرض السكري من النوع الثاني والذي ينتج عن قلة النشاط وسوء نمط الحياة يؤدي الى ارتفاع نسبة السكري في الدم ومقاومة الانسولين تتمثل احدى فوائد خل التفاح الطبيعي في خفض نسبة السكري في الدم والتي يمكن ان تساعد في السيطرة على هذا النوع من مرض السكري وعلاجه وكذلك منعه لدى الاشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري في الكثير من الدراسات والابحاث التي اجريت على خل التفاح تم اثبات تأثيره على خفض نسبة السكري في الدم علاج الاكسيمة الجلدية يستخدم الكثير من الناس خل التفاح لعلاج جفاف الجلد والاكسيمة والذي يستخدم ايضا بشكل ضئيل في منتجات العناية بالبشرة غالبا ما تحدث الاكسيمة وجفاف الجلد بالسبب درجة الحموضة القلوية للصابون ويمكن ان تساعد حموضة خل التفاح في تقليل الجفاف والاكسيمة لدى بعض الاشخاص يمكن ان يكون فعالا ايضا في تقليل انتهابات الجلد بالطبع من الافضل عدم استخدام خل التفاح على بشرتك دون استشارة الخبراء لانه قد يضر بها تحسين متلازمة تكييس المضايد في بعض النساء قد يحدث تكييس المضايد بسبب حساسية الانسولين في دراسة استخدمت خل التفاح لمدة شهر ونصف الى 110 ايام تمكنت 57% من النساء من علاج تكييس المضايد واعادة تبويض مرة اخرى افضل وقت لاستهلاك خل التفاح لفقدان الوصن لمعرفة ما اذا كان خل التفاح يؤثر على دهون الجسم ام لا وجدت دراسة استمرت 12 اسبوعا عن الاشخاص في ثلاثة مجموعات قد تم اعطاؤهم ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقتين كبيرتين من خل التفاح ومشروبا شبيها بالعققير يوميا على التوالي وكان لديهم اسلوب حياة ونظام غذائي طبيعي وفقا لنتائج هذه الدراسة في المجموعتين الاولى والثانية كان هناك نقص في الوزن وانخفاض في نسبة الدهون في الجسم وانخفاض في حجم الجذع وانخفاض في الدهون الثلاثية وكانت المجموعة الثانية تعاني من فقدان الوزن اكثر من المجموعة الاولى في المجموعة الثالثة لم تفقد الوزن فحسب بل اكتسبت ايضا وزنا وزاد متوسط حجم اجسامهم وهكذا توصلوا الى ان خل التفاح الطبيعي يمكن ان يكون فعالا في حرق الدهون وخفض الدهون الثلاثية في الدم تشمل الفوائد الاخرى لخل التفاح قدرته على تقليل الكوليسترول السيء في الدم والذي بدوره يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد الى السيء ايضا هناك سبب اخر لتأثير خل التفاح على فقدان الوزن وهو تأثيره على جعل الناس يشعرون بالشبع تناول خل التفاح قبل النوم لانقاص الوزن افضل وقت لاستهلاك خل التفاح لانقاص الوزن هو قبل الوجبة يمكنك اذابة ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب كبير من الماء والاستمتاع به يمكنك ايضا استخدام خل التفاح في تتبيلات السرطة او في طعامك للتأثير على خصائص حرق الدهون يجد الكثير من الناس ان تناول خل التفاح في وقت النوم ثعالا في انقاص الوزن ولكن في الوقع يساعد تناول خل التفاح قبل الذهاب الى الفراش في تخفيض نسبة السكر في الدم ونتيجة لذلك اذا قمت باختبار السكر في الصباح فان نسبة السكر في الصيام تقل بنسبة 4% لكن لا يمكن القول ان تناول خل التفاح قبل النوم فعالا في انقاص الوزن الاثار الجانبية لخل التفاح لا يمكن ان يكون استهلاك خل التفاح لفقدان الوزن امنا تماما وقد يكون له اثار جانبية مشاكل في الجهاز الهضمي يمكن ان يتسبب استهلاك خل التفاح في العديد من مشاكل الجهاز الهضمي خاصة عند الاشخاص المصابين بداء السكر من النوع الاول اثناء هذه المضاعفات يبقى الطعام في المعدة لفترة اطول ونتيجة لذلك يصبح الجهاز الهضمي معطلا مما يودي الى اعراض مثل الانتفاخ والغثيان وما الى ذلك ترجع الاثار الجانبية المعوية الاخرى الى تأثير خل التفاح في تقليل الشهية اظهرت بعض التجارب ان الشعور بالامتلاء وفقدان الشهية مما يودي الى انخفاض تناول السعرات الحرارية يرجع الى مشاكل في الجهاز الهضمي ويمكن ان يسبب ايضا الغثيان ازالة من الاسنان يمكن ان تؤدي الحالة الحمضية للخل التي يسببها حمض الاسيتك الى تدمير من الاسنان ايضا نظرا لانه حامضي مع اللعاب يمكن ان يؤدي الى تفقم التأثير الحمضي للخل وبالتالي تآكل من الاسنان انخفاض البوتاسيوم خل التفاح في بعض الحالات يقلل من مستويات البوتاسيوم في الدم كما انه فعالا في فقدان العظام بالطبع يحدث هذا مع الاستهنك المفرد لخل التفاح حروق المريء وحروق الجلد عند الاطفال يؤدي تناول خل التفاح الى حرق المريء لهذا السبب يجب ان يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال ايضا يعاني الاشخاص الذين استخدموا خل التفاح بشكل تعسفي لازالة البثور من الجلد من حروق جلدية وهي اكثر شيوعا عند الاطفال ايضا اثناء العلاج المنزلي لعدوى قدم الصبي حدثت حروق بخل التفاح التفاعل مع الادوية يمكن ان يتفاعل خل التفاح مع مجموعة متناوعة من الادوية لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناوله تشمل الادوية التي تتفاعل مع خل التفاح ادوية مرضى السكر ومضرات البول تأثير خل التفاح على انقاص الوزن كما تعلمون فان تناول طعام واحد لا يمكن ان يكون له تأثير كبير على فقدان الوزن يمكن ان يفقد معظم الناس حوالي كيلو جرام واحد من وزنهم عن طريق تناول خل التفاح لمدة ثلاثة اشهر يمكن ان يكون لاستهلاك خل التفاح ايضا اثارا جانبية فمن الافضل تجنب تناوله بشكل تعصفي لتقليل الاثار الجانبية لخل التفاح يجب ان تبدأ في تناوله بكميات صغيرة ثم زيادته الى ملعقتين كبرتين وبعد تناول خل التفاح اشطف فمك بالماء او استخدمه بالمصصة حتى تكون اسنانك مظيفة ايضا يجب على الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة او لديهم حساسية من خل التفاح الامتناع عن تناوله مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته